السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم يا جماعة عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معنا فيديو جامد جدا ان شاء الله هيتستفيدوا منه. عن ازاي تقدر تخلي بطارية الموبايل بتاعك تدوم معاك لأكتر من اسبوع. شوية اعدادات كده لو طبقناها ان شاء الله مع بعض. اه هتوفر معاك في البطارية بشكل خرافي وبشكل انت نفسك هتستغرب وبعد كده. آآ ندخل على اول اعداد هن ندخل على الاعدادات وندخل على الحسابات. الحسابات والنسخ الاحتياطي. كده. وبعدين ندخل على ادارة الحسابات. في عندنا بقى حاجة اسمها مزامنة البيانات تلقائيا. نقوم بالغاء تفعيلها. لازم نعمل اللي هي مزامنة البيانات الشخصية دي كل شوية بتعمل مزامنة مع الحسابات بتاعتك اللي انت بتستخدمها. فده طبعا بيستهلك من البطارية كتير جدا. فبتعمل انت للمزامنة دي هو طبعا بقول لك هيؤدي هذا الامر الى خفض استخدام البيانات والمحافظة على طاقة البطارية. يعني هو نفسه التلميح جاي بيقول لك الكلام هو ان ده بيوفر جدا في البطارية. لكن انت عليك ان انت تستعمل مزامنة للحسابات يدويا عشان تحصل على احدث المعلومات. وطبعا لو انت تلقى اشعارات حول التحديثات عندما يكون هذا الخيار متوقفا عن التشغيل. يعني كل المطلوب من حضرتك ان انت توقف مزامنة البيانات الشخصية تلقائيا بالطريقة اللي احنا عملناها دي هتوفر بشكل كبير في البطارية معك. تمام يا شباب ده اول اعداد معنا. الاعداد اللي بعد كده بيخص الاتصالات وبالذات شبكات هواتف المحمولة. اه شبكات الهواتف يا جماعة مهمة جدا في ان هي انت عندك نهوات لما تدخل على شبكات الهواتف المحمولة اتلاقي نمط الشبكة واحد ونمط الشبكة اتنين. احنا طبعا كل الهواتف اليوم اندور كلها فور جي وفيه فايف جي كمان. فطبعا فور جي دي بتستهلك البطارية بشكل خرافي. يعني مش مش محتاجة اقول لكم زي ما انتم شايفين نهوات انا ظابط النمط بتاع الشاشة ليه الشبكتين اه الشبكة للاتنين على التوجي والسريجي اتصال تلقاء. السريجي كويس جدا يا جماعة وسرعته مناسبة جدا ومعقولة جدا. وبتوفر لك استخدام جيد لبيانات الهاتف. ولكن لو انت حبيت ان انت تغير في اي وقت تغير يدوي تقدر تخلي الفور جي براحتك خالص لكن ده بيخلي البطارية تستنزف بشكل كبير جدا يا شباب. فده تاني اعداد معنا ان انت تتخلي البطارية النمط الشبكة للهواتف المحمولة على سريجي وليس فور جي او الفايف جي. يبقى احنا بندخل من الاعدادات على الاتصالات وشبكات الهواتف المحمولة ونبدأ نغير نمط الشبكة واحد ونمط الشبكة اتنين. تمام يا شباب. ايه ده بالنسبة للاعداد التاني. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة برضو هندخل على الاعدادات وننزل على حول الهاتف. ندخل على معلومات البرنامج. ندوس على رقم الاصدار اكتر من خمس مرات طبعا هو هنا عشان نفعل خيار المطور. هو هنا بيقول لا داعي فوضع المطور ايه? قيد التشغيل. وندخل على خيار المطور. ندخل بقى على خيار المطور وندخل على حاجة اسمها الخدمات قيد التشغيل. اهيت يا جماعة زي ما انتم شايفين. الخدمات قيد التشغيل ديت فيها كل حاجة بتستهلق بطاريتك. يعني شوف انت بقى كل الحاجات دي اللي متفعالة معاك. اه كل ده بيستهلق من البطارية طبعا طول ما هو شغلة. انا قيد التشغيل. قيد التشغيل يعني هي شغلة بالفعل دلوقتي. اي حاجة بقى انت مش محتاجها او مش بنستخدمها توقفها. بتعمل ازاي انت? يعني مسلا مسلا الخدمة مسلا انا مش محتاجها وليكن ده. مسلا يعني. بتدوس عليه كده وتبدأ تلغي التشغيل بتاعها او اقافها. تمام? ندوس عليها كده. تمام يا جماعة يعني مسلا المرسل المزدوج مسلا بتفتحه كده وتدوس عليه اقاف. كل الموضوع ان انت بتدوس عليه تعمله اقاف. اي بقى حاجة انت مش محتاجها زي تطبيق معين انت مش محتاجه او انت بتحس ان انت ما بتشتغلوش كتير. بتدوس عليه وتدوس على اقاف. وكده انت بتوفر كتير جدا في التطبيقات اللي انت بتلغي اه تشغيلها وبتخليها قيد التشغيل. اه برضو يا جماعة من الحاجات اللي بتستهلك في البطارية بشكل فضيع ان انت طبعا عندك هنا خدمات اه اللي هي اللي في شريط الاشعارات اللي فوق ده. حاجات بتبقى دايما انشغالة باستمرار زي الواي فاي. الواي فاي ده يا جماعة حاول ما تشغلوش اه لو الاشارة ضعيفة يعني حاول تفصل لما تلاقي نفسك معاك اه الاشارة مش جيدة حاول تفصل الواي فاي لحد ما تبقى في مكان جودة الاشارة فيها عالية لان اصلا علشان الجهاز يوفر لك شبكة كويسة هو بيعمل بحس باستمرار وبيستهلك في البطارية اكتر في عملية البحس دي. بيبدأ يعمل بحس المتواصل عن الاشارة علشان يوفر لك احسن اه جودة واحسن اه شبكة للاتصال بالواي فاي. فحاول تفصل الواي فاي وقت ما تكون ما انتش محتاجة. ده الاعداد اللي معانا دلوقتي. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة برضو حاجة مهمة جدا ان انت طبعا اي تليفون النهاردة بشريحتين. فحاول على قد ما تقدر ان انت تشغل شريحة واحدة يعني حاول تخلي ان يبقى عندك اه على قد ما تقدر لكن لو مضطر خلاص شغل اتنين يعني. لان شغل الشبكات الشبكات الهواتف ديت يعني برضو كل ده حمل على البطارية واستهلاك للبطارية. فحاول على قد ما تقدر لو ينفع ان انت تستغنى عن شريحة من الشريحتين يبقى ده كويس جدا وهيوفر مع كتير. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة سطوع الشاشة يعني حاجة برضو من الحاجات اللي بتاكل في البطارية بشكل جامد جدا وخرافي جدا. بتدوس على الاعدادات وخش على الشاشة وبعد كده بتدوس على السطوع اللي فيه حاجة اسمها السطوع التكيفي. دي تلغيها اه حاول تقلل السطوع على قد ما تقدر على قد ما تقدر وتلغي كلمة السطوع التكيفي دي اللي هو بيعلى ويوطى حسب الاضاءة اوتوماتيكية. يعني ده كله استهلاك في البطارية لو انت حابب توفر اكتر في استهلاك البطارية. بقى انت السطوع التكيفي ده هتلغي وتزبط الاضاءة بتاعتك حسب ما انت حسب ما انت عايز يدويا. حاول تلجأ لي كده. هيوفر معك كتير جدا في البطارية وهتحس بفرق كبير جدا. في حاجة كمان مهمة جدا في استهلاك البطارية لما تنزل بشريط الاشعارات ده هو زي ما قلت لك كل الحاجات اللي هي متفعالة لو انت مش محتاجها الغي تفعلها. زي الموقع كده يعني الموقع ده لو انت مش محتاجه ما تشغلوش. لان هو بيبقى طول ما هو شغال بيستهلك في البطارية. كزلك برضو اي حاجة درع راحة العين كل الحاجات دي بتستهلك في البطارية فتحاول تلغي اي حاجة انت مش محتاجها زي مثلا نقطة الاتصال دي. لو انت مستخدم بيانات الهاتف تلغيها ما تخليها اشتدول التلقائي. اعملوا وقت ما انت عايز. حاجات دي كلها طول ما هي شغالة طول ما هي بتاكل في البطارية. اه برضو بالنسبة لنا في حاجة مهمة جدا في استهلاك البطارية لازم نحافظ على ان احنا نعملها على طول. اللي هي لو دخلت على الاعدادات وندخل على التطبيقات. التطبيقات اللي مالية الجهاز بتاعنا. اي تطبيق يا جماعة انت مش محتاجه تحزفه فورا. التطبيق ده بيفضل شغال في الخلفية. وبيستهلك في البطارية. خصوصا الالعاب اللي احنا ما بنستخدمهاش كتير. فحاول يعني دي من الحاجات اللي هتوفر معك بشكل كبير او في البطارية. يعني اي تطبيق انت مش محتاجه. ايه اللي مخليك حطه على الجهاز بتاعك. واخد مساحة واخد من البطارية. الاعداد اللي بعد كده معلومة مهمة يا جماعة لازم كلنا نبقى عارفينها. في تطبيقات مشهورة جدا زي الفيسبوك او الواتساب او الحاجات اللي هي المشهورة جدا. اكتر تطبيقات في العالم بتستهلك بطارية. التطبيقات دي بتفضل شغالة باستمرار. وحتى لو طفتها او خرجت منها. اه بيفضل شغال. فانت عشان تقفله لازم تضغط باستمرار على التطبيق وليكن الفيسبوك. تمام? وتعمل وتدوس على الغاء تفعيل او ايقاف اجباري. تعمل تفاصيل حتى كده. في حاجة اسمها الغاء التفعيل وفي ايقاف اجباري. انت لازم عشان تطفيه وتبقى متأكد انه مطفي لازم تدوس على ايقاف اجباري دي. كده انت بتمنع ان هو يشتغل في الخلفية. وبتوقفه تماما لحد ما بتفتحه تاني بيرجع يشتغل عادي جدا من غير اي مشاكل. شوية الاعدادات اللي انت اللي انا قلتلكو عليها النهاردة يا جامعة متستهونوش بها. هتوفر معاك جدا في البطارية بشكل يعني ملحوظ وانت هتلاحز بنفسك الكلام ده. ياربكم استفدتم الفيديو. ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تبخلش علينا باللايك. والاشتراك في القناة. علشان نقدم لك كل جديد. شكرا ليكم ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.